لقرية الأقصر الواقعة في جنوب باتنا شأن كبير يحفظه التاريخ فهي إلى جانب كونها عرينا لصانعي الثورة تعد أيضا معلما لتعليم القرآن وتحفظه هذه الزاوية خير شاهد على ذلك هذه الزاوية كبيرة بما قدمته من أعمال متمثلة في حفظ القرآن الكريم في هذه الزاوية بالذات كان الطلبة والأبناء المنطقة وأبناء المناطق المجاورة يحفظون القرآن يدرسونه يتدرسونه في هذه الزاوية أيضا كان الشيخ الصادق الرحمن رحمه الله يقدم الحلول لكل المسائل الفقهية المستعصية لسكان المنطقة وسكان المناطق المجاورة لم تكن زاوية القرية محجة للسكان المحليين فقط بل كانت مقصدا للطلب من كل الضواحي تخرج منها كثير من المدرسين منهم من تقلد مسؤولية سامية في حياته هذه الزاوية خرجت رجال وأبطال مثل العلماء مثل الشيخ شباح مثل سيلحوسين شريف الشيخ الصادق الرحمني سيبل قاسم مختاري وسيحمود عشوري سيحمود عشوري في المحافظة العسكرية وسيلحوسين شريف في الصفارة الليبية جدران هذا القصر تحكي تاريخ هذه القرية جدران هذا القصر تحكي تشتiny من المدرسين من العسم